اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كان الوالد رحمة الله عليه في البداية هو الاسس الشركة واحنا كملنا من بعدي انا واخواتي كملنا في المؤسسة بتاعته والشغل وطورنا وراسة حطوها وراسة وراسة بالزبط يعني قبن عن جدا فموضوع طبعا فيه ده كمان دراسة يعني انت مش مجرد انه شغل بس انتوا بقى دارسين طبعا وصول الشغل والسوق الحمد لله حضرتك بتشتغل في انواع ايه من الخيوط احنا بنشتغل في جميع انواع الخيوط اذا كانت القطن او الكريلك اللي هي الاسواف بتاعت البلوفرات وبتاعت وخيوط الشنط كل شغل الهند ميد الحمد لله احنا بنوفره للعمل بتوعنا ودايما بيبقى عندنا في جديد يعني دايما بنطور دايما بنشوف ايه اللي مطلوب وطالبه السوق ودايما بنعمل كل جديد كل جديد ده البرنامج بتاعنا كل جديد طبعا احنا من مكاننا بنقول للناس كلها اللي ما يعرفوش محلات الحج حمادة الحج محمد عبدالراضي احنا جبنالكو هو شخصيا بنفسه علشان الناس تعرفو وعلشان الناس تتعرف على كمان فيه حاجات مهمة لسه هنقولها خليكم معانا هنتكلم على العروض وهنتكلم على الاسعار وهنتكلم على كل حاجة موجودة عنده وعناوينه هتنزل على الشاشة دلوقتي العنوان هو موجود الرقم موجود والعنوان وطبعا برضو في البرنامج حتى اللي مش عارف يوصل يكلمنا على الجروب بتاعنا او على رقم البرنامج واحنا برضو هنوصله عايزين بقى نعرف الاسعار عندك عامنا ازاي انا مبدئين بما اني بشتغل هندميد فانا الحقيقة بشوف اسعار فضيعة ولما جيت عندك لقيت اقل سعر ممكن لكل حاجة عندك فهمنا بقى النقطة دي الحمد لله احنا بنحاول ان احنا بنوفر كل المنتجات اذا كانت مصرية او عالمية بنوفر كل المنتجات عندنا وبارخص الاسعار دايما بنحب ان احنا نوفر على الناس في السعر ونحاول نقلل كل مدى في الحاجة مع جودة اعلى يعني بنعمل كمان بنحافظ على الجودة الحمد لله احنا مشهورين من زمان ان احنا اعلى جودة وكمان بند للعميل بتاعنا ضمان سنة على الشغل بتاعنا دي جديدة اه بندله ضمان سنة جديدة ضمان سنة اول مرة اسمع ان فيه ضمان على الخيوط لان اي حد بيبقى مثلا ممكن ياخد سبع شيلة مثلا من الخيط علشان بيعمل بلوفر ففاض عنده شلة فاض عنده شلتين بنقول له لا دول هاتهم مفيش مشكلة بدلهم استرجعهم ياخد فلوسه مفيش اي مشكلة عندنا يعني مش كمان بيبدلهم ده كمان بياخد فلوس وياخد الفلوس كمان يعني بصوا الموضوع كله تساهلات وانا مش عارف اقول لكم ايه يعني انا متأكدة انه بعد الحلقة دي هتلاقي كل الجروب والجروبات اللي حوالينا والناس اللي بتتفرج ان شاء الله هيكونوا عندك في المكان بالنسبة بقى لخيط الكليم الناس كتير كانت بتسألني على خيط الكليم ايه التطور اللي انت عملته في خيط الكليم خيط الكليم هو اللي بيستخدمه هنا في مصر بيبقى الكليم المصري اللي هو الفانيلا اللي هو بتاع تيشيرت ده احنا طورناه كان بيجي من تركيا شغل اللي هو الكليم التركي انا الحمد لله بفضل الله عندنا في مصنعنا قدرنا ان احنا نعمله هنا ننتجه في مصر وبنوفر تمنه من النص يعني هو كان تمنه مية وستين جنيه احنا خلينا تمنه وصل للنص بخمسة وتمانين جنيه ده احنا بنحاول نوفر كل حاجة لان شغل الهند ميد هو اللي بيشتغله ما شاء الله يعني ناس فنانين فنانات بيبدعوا بيطلعوا حاجات جميلة جدا فاحنا بنحاول نوفر لهم كلما الحاجة سعرها رخيص كلما هما بينتجوا اكتر وبيدوكي شغل حلو اكتر وبيبقى عندهم نفس مفتوحة كمان بتشتغل اكتر يعني اه يعني مش شرط ان انا ابيع غالي وبيع بأسعار عالية وما يبقاش عندي يعني نسبة نسبة اه بنحاول نوفر التكلفة علشان الحاجة تطلع متوفرة معاها بيعملوا بينها حاجات كتيرة في البيت بيعملوا مشايات بيعملوا شنط هما بيشتغلوا وانت بتشاعدهم كمان ان هما يشتغلوا لان اكيد معظم اللي بيشتغلوا هند ميد بيبقوا عايزين يعني بيبقوا محتاجين ان هما يشتغلوا بيسوقوا مش طبعا احنا بنحاول نساعد اي حد عايز يشتغل في الهند ميد وفي الكروشية والتريكو بنحاول احنا نشجعه بكل حاجة يعني بنشجعه في كل حاجة بنشجعه بالسعر وبنشجعه بالخامة وبنوفر له الجودة وعلشان ما نحتاجش ان احنا نوفر العملة الصعبة ديا للبلد فاحنا بنانتج حاجة هنا وصلنا الحمد لله بيها الاحسن من التركي اللي هو دلوقتي التركي ما بقاش بينزل مصر الحمد لله وغالي جدا وغالي جدا واحنا الحمد لله وفرناه من نفس الجودة ويمكن اعلى كمان وسعر ارخص دي مفاجأة للناس طبعا هما مش عارفين برضو موضوع الخيط اللي اتعمل فيه تعديلات وبقى شبه التركي ويمكن احسن منه فكل اللي كان بيسأل الاجابة هي وصلت لكم تقول بقى حضرتك للناس اللي زمد دا اوز علينا ان انت بتبع بأسعار قليل بص حضرتك انا الحجة احمد عبدالراضي رحمة الله عليه والدي علمنا حاجة علمنا ان التاجر كلمة تاجر دي لها معنا حرف الته في التاجر هو لازم يبقى طاقي الالف امين الجيم جريء والريه راضية بما قسم الله لها لا لا بجد بجد انا مش عارف اقول ايه على الله يرحمه رحمة الله عليه هو اللي علمنا يصير منطقي وجميل جدا اه فهو علمنا دا فلازم الانسان مش انه يدور على المكسبه بس لازم يدور ويبص على الناس اللي حاولي لازم يفتح بيوت يعني احنا بنساعد الناس ان احنا نفتح بيوت اه ومعنا كمان السور وحضرتك بتتكلم سور الشغل اللي هي معنا ايه بتتعرض دي الحاجات تام اكرامية فرنساوي احنا سهلنا على الناس كانوا بنص الشلة ببوز منه وهم بيفكوها احنا الحمد لله بقى ملفوف بقى ملفوف لفناه علشان نسهل برضو على الناس هو اسمه فرنساوي لكن هو مش فرنساوي هو رفيع فهو بيسمى بالاسم ده لكن هو مش فرنساوي هو وقت مصري بننتجه احنا عندنا في المصنع بتاعنا والحمد لله من احسن الخيوط اللي شغالة والناس مبسوطة جدا بيها ان هي فتلة بقت ملفوفة ما بقتش تتعبهم ولا بتهضر معهم شو يعني بتسهل على الناس الوقت والمجهود انا واحدة من الناس كنت فاكرة ان هو فرنساوي دي بقى معلومة اكيد كلكم ما كنتوش عارفينها والحاجات اللي هي وشوش الخشب اسمها مندلة دي بتتعامل على الشنط على وش الشنطة بتبقى حاجة بتدي للشنطة شكل جميل وبتوفر على الناس بدل ما بيلزلوا يشتروا حاجات غالية جميلة جدا جميلة جدا وفي ناس كتير بتسأل عليها اه تبقى جميلة جدا كل حاجة انتوا عايزينها هتلاقوها وده الكلمة المصري ده بيتعمل منه شنطة بس هو ليه عيب ان هو الشنطة بتبقى تقيلة قوي بعد ما بتتعمل بتبقى تقيلة دي حقيقة انا عملت الموضوع ده وتلقى تقيلة جدا اه وفعلهم دايما نستبي بقى في شنطهم حاجات كتير وكده فاقتقل اكتر فاحنا المكرامية كان الكلم بقى التركي دول هو اللي كان خفيف بيبقى خفيف في الشغل فاحنا الحمد لله ده بفضل الله افلنا خلص انهم ببقاش يجي من تركيا دلوقتي بننتجه هنا في مصر الحمد لله في مصر جميل طبعا وكمان سعر وكمان ارخص بكتير ارخص بكتير مساهل على الناس دي بقى الخيوط ده جزء من الخيوط الاسواف في مرحب كتير من الاسواف في خيوط كرمة وفي إليزا وفي هيمالايا كل انواع الخيوط الحمد لله بفضل الله عندنا موجودة يعني كل اللي انتو هتعوزوه والاكسورات بقى بتاعت الشنط كمان ده ده كليم بردو ده المكرمية الفرنسية المكرمية الفرنسية وفي حاجة شابه كده بيبقى كتان خط كتان خط الكتان ده برضو احنا بنصنعه عن ده وبنعمله برضو بنوفر برضو في سعره جامد جدا وده حاجة جميلة جدا يعني عايز اقول لحضراتك ان اوروبا كلها بتيجي تاخده من مصر هنا خيوط الكتان ده يا جماعة انتو سمعين الكلام ده اوروبا اللي بتيجي تاخد من عندنا يعني احنا عندنا بسم الله ما شاء الله اهو تصنيع الخيوط مش لازم نجيب حاجات مستوردة ونقول لا ما ينفعش اللي نجيب مستوردة اصلا مصري لا خالص جربوا بقى واتشوفوا الفرق خالص كده احنا معناش ثور تاني للشغل بس بالنسبة بقى للكسورات انا بصراحة عن تجربة ايه اشتريت اقفال من عندكم خيصة جدا ايه رحت اشتريتها من بره يعني ثلاث اضعاف ايه الموضوع ده احنا الحمد لله زي ما قلت لحضرتك احنا بندور على ان احنا نرخص الحاجة يعني احنا كل يوم عندنا بنحاول نوفر نوفر علشان نطلع المنتج بسعر ارخص للعميل بتاعنا محاربة الغلاء وجشع التجار ومساعدة الناس لان كل اللي بيشتغلوا هندميد محتاجين طبعا محتاجين اه في ستات كتير بتعول الاسرة بتاعتها وفيه ناس بتبقى محتاجة ان هي فعلا تبيع بصراحة يعني مش عارفة اقول ايه انا عن نفسي بشتري واكيد احنا يعني نعرف بعض من كذا سنة عشان بشتري مجرد ان انا بروح وبشتري وبشوف المعاملة وبشوف الخمات وعشان كده انا ما بروحش الا في المكان ده ودي حقيقة وانتو لما تروحوا هتجربوا اللي ما راحش يعني بس انا عارفة ان الناس كلها عارفة حضرتك عارفة المحل سواء الادارة او العمالة او اي حاجة او حتى الشغل نفسه الحاجة فعلا ممتازة ومش مجاملة لان طبعا انت عارفة كنت بتشوفني اكيد بس ما تقابلناش لاخر مرة لما عارفت بقى لان انا عايزة ساعد الناس انها تعرف المكان وتروح تشتري منه وطبعا هو المكان اللي في الحسين مش صعب هو مش صعب في الحسين امام جامعة الازهر حضرتك فيه شارع اسمه الشارع الصنادقية او الصنادقية ده شارع قديم جدا مشهور احنا في الشارع دوان هو لو حد وصل لجاية الجامعة الازهر اتناحية التانية فيه شارع اسمه الصنادقية احنا في الشارع هناك مشهورين طبعا من زمان وجنب فرحات بتاع الحمام اللي الناس كلها كمان عرفها خلفوا فرحات او يعني احنا بندخل من الشرع الصغير بتاع فرحات ده وبنكسر شمال المحل موجود انه ناس كتير عمالة تقولي انا مش عارفة المكان فيه اول حج احمد عبدالراضي هناك مشهور في الازر انتو تروحوا بس كده عند الحسين او عند فرحات هتبصوا تلاقوا نفسكوا هناك واجربوا ومش هتخسروا طبعا ان شاء الله احنا الحمد لله يعني كل زبايننا صحاب مكان ما عندناش حد الكله بياخد اللي هو عايزه في امانه في السقة وما بيننا وما بين عملاءنا الحمد لله السقة موجودة وده بشهادة الشهود وانا واحدة من الناس يعني تعاملت معاكم والحقيقة يعني لقيت اكتر كمان من كده بالنسبة بقى الحاجة اللي الناس مستنيها دلوقتي اللي عايزين يسمعوها في عروض وريبة؟ في عروض احنا دايما نشغلين فعلا احنا هنعمل عروض بقى خاصة عشان بمناسبة الحلقة ولا هنستنى العروض اللي بتعملها؟ نعمل عروض برضو بمناسبة الحلقة يعني انا بصوا بعض عشان خاطركم عشان خاطر الحلقة على طول عروض انشاء الله اوه فاي بقى العروض اللي هتعملها؟ والله العروض عمدنا حاجات كتير جدا ممكن بنعمل عليها عروض ودي دايما على طول بتبقى عمدنا ماشي يعني خط المكرمية المصري اللي الناس كلها بتدور عليه وبيعملوه بيحتاجوه على طول دا احنا اعملوه ب33 جنيه لحضرتك اوه على الهوام على فكرة هو اساسا سعره غالي جدا عشان تبقوا عارفين انا انشاء الله هو بيتباع بره بك اوه بره طبعا بيتباع غالي جدا اوه بيتباع غالي جدا يعني بيعدي يعني ممكن يوصل للخمسين فالسعر دا انا عارفة انه كلكم هتجروا دلوقتي هتروحوا قبلي على هناك انا ان شاء الله في علود لحاجة تانية ولا في عندنا خيوط كرمة دي احنا دلوقتي نزلة في مصر في السوق وعملة نجاح كبير جدا ودي ان شاء الله داخل منها شغل في خلال 3 ايام او 4 ايام برضو هيبقى فيه مفاجأة ليها برضو ان شاء الله يروحوا بقى يستنوا هم اللي يشوفوا المفاجأة بنفسهم ان شاء الله بنزلها بنزلها على الصفحة على طول عندنا على الفيسبوك وبتبقى موجودة على طول وكل يوم بيبقى عندنا حاجات بتتعمل عليها عروض علشان يعني بنحب ان احنا نخفف على الناس بنحب ان احنا نطور بيجي شغل جديد فبنحب نقلص الشغل القديم علشان يبتدي ننزل في شغل جديد وحاجات كده انا فعلا جربت كرمة ده الحقيقة ولما جيت اخر مرة حلو جدا يعني خد كرمة ده حلو قوي قوي ورخيص مش اقول لكم سعره كام ان لما انتوا تروحوا تشوفوا المفاجأة وفي عندنا انواع كتير يعني في عندنا مركز مهناك وبرضو عاملين عليها عرض احنا اه وفيه اليزا بس اليزا يعني ما بده اعملش علي عروض او هو سعره عندنا اعتبر الفيس الحقيقة انا لما روحت انا لقيا برده بسعر اقل من برده اه ما هو اقل من برده احنا سعرنا في العادي بسعر اي حد يعمل عرض برده او ما هو ده اللي انا بقوله انا انا بشوف الاسعار نزلة يعني في الشلة كذا جنيه بالضبط احنا بنبيع جملة والقطاعي بنبيعه بسعر الجملة لان احنا يعني بنبص للناس احنا بندور ان احنا نفتح بيوت مش نقفل بيوت ودي علمها لي رحمة الله علي اه يعني من المعلمين بتوعي برضو الحج سعد البراه احب اني اذكر اسمه يا لان هو من الناس اللي اتعلمت منهم كتير برضو جنب اللي اتعلمته من والدي الله يرحمه ده 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 ولائل يعني لازم نعمل كده يا اه طبعا لازم طبعا طبعا اه الحقيقة انا مش مش عارفة اقول عايزين نتكلم في حاجات كتير ومن الحاجات كمان اللي كنا بنتكلم فيها واللي انا عرضتها على الاستاذ حمادة اسم الشهرة طبعا اللي انتو كلكم عارفينه اللي في اللي انا طلعتهم بارحك انا بنتكلم على الاطفال الايتام الحقيقة انا لما عارضت عليه الموضوع رحب وقال لي انا معاكم وكمان ناس تانية يعني انا كمان هعلن الموضوع على ناس تانية من عارفه واصحابه وطبعا احنا بنشكرك جدا لان احنا محتاجين كلنا طبعا نساعد طبعا طبعا انا شايف انه هو الحقيقة بيساعد في كل حاجة يعني انا لما كلمته قال لي انا معاك في اي حاجة أي حاجة عايزة تعمليها أنا معاك فيها طبعا أنا بشكرك طبعا على التضامن طبعا معايا ومع كل الناس إن إحنا نساعد الأطفال الأيتام اللي إحنا كنا بنتكلم عنه من بارح وبعدين كمان إيه رأيك نعمل مسابقة عندنا في الجروب نعمل مسابقة تدبيسة على الهواء نعمل مسابقة إيه رأيك بقى في التدبيسة دي وكمان تكمل الكلام حضرتك أي حد من فنانتنا اللي بيعملوا شغل الكروشي لو عايزة تتبرع إن هي تعمل كروشي للأطفال الأيتام دول أنا مستعد تيجي تاخد خيط مجانا من غير أي فلوس وتعملوا لضر الأيتام اللي حضرتك تكلمت فيها مش عارفة مش لايه حاجة أقولها بس أنا عارفة إنه في ناس كتير هتتبرع وهتعمل كلنا يعني أنا كل الناس اللي هعرفها أخليهم يتبرعوا ومش للضر دي بس اللي أنا كنت أعلن عنها مبارح لا عايزين نعمل ننظم مع بعض كده حاجة لدور الأيتام كل فترة كده أو كل أسبوع أو كل أسبوعين نعمل حاجة لدور من دور الأيتام دي ياريب وكمان في حاجة برضو عايزة أعرضها عليك عايزين برضو نعمل حاجة للأطفاء للبنات الأيتام اللي بتتجوز إيه رأيك؟ تمام معاكي برضو كلنا هنشارك مع بعض طبعا يعني عشان يبقى لينا النصيب في السواب ماشي ونتبع على طول دايما مع بعض إن شاء الله مش عارفة أنا عايز أقول لكو في حد عايز يقول حاجة للحاجة حمادة أحنا عارفة إن كلكو في كلام عايزين تقولوه بس كل الكلام اللي هما كانوا بيقولوني إحنا عايزين عروض هيعمل لنا عروض أمتى؟ العروض موجودة هتعتبروها موجودة من بكرة العروض وحتستمر لمدة شهر من دلوقتي علشان اللي عارف اللي فيه دلوقتي امتحانات وفي ناس كتير عندهم ولادهم في الامتحانات فاللي مش هيقدر ينزل في أي وقت ييجي العروض قدامنا شهر عندنا شهر بمناسبة الحلقة وجوده معنا دلوقتي عارزين بقى ننزل صور المسابقة الثلاث صور احنا بنعمل مسابقة مجانية مجانية ما بناخدش فلوس من حد على المسابقة دي عشان نشجع الناس اللي هتشتغل واتفضل أول صورة هي معنا فاطمة السيد فاطمة السيد سعد من اسكندرية دي المتسابقة الأولى احنا بنعمل المسابقة بقى دي الفايزة الأولى ده شغلها تطريز طبعا برضو هنا برضو في المحلات أولاد الحج عبد الراضي في الخيوط دي كلها طبعا ودي المتسابقة الأولى معنا المتسابقة الثانية ايمان محمد معود من الفايوم ده تطريز على على قماش ما شاء الله يعني مبروك الفايزة الثانية والفايزة الثالثة معنا فجر عبد المقصود من اسكندرية طبعا كنا نتمنى ناخد عدد مبروك لك وطبعا الفايزين الله يبارك فيك بس طبعا عشان وقت الحلقة وإحنا كنا عايزين نتكلم معك طبعا أكتر من كده بس انتوا بقى تستنوا العروض عروض لمدة شهر يعني ما فيش بقى انتم مفروض بقى تشكرون على الحلقة دي وانا عارفة ان في ناس كتير مستنيانة وناس كتير مستنيانة الحلقة دي تحب تقول ايه في الآخر كمان العروض دي في فرع مدينة نصر وهو موجود في الأزر وهو موجود في مدينة مصر ونفس المعاملة ونفس الأسعار اللي ماسك هناك المدير الفرع أحمد حسن عبد الراضي ابن أخويا الحج حسن أخويا الكبير اللي ماسك هناك الفرع في نهاية الحلقة أنا بشكرك جدا على وجودك معايا وفعلا كنت سعيدة ونعرف أن الناس كمان مبسوطين وبقول لكم إلى اللقاء في حلقة قادمة استنونا